حضرت النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهدى ويعلمنا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وإحنا مخصصين يوم الاثنين عشان يكون هذا اللقاء رحم علينا وعلى أولادنا وإحنا بنبني مستقبلنا مع أولادنا ولازم لما نبتدي الحلقة النهاردة نقول لكل أولادنا اللي بدأهم تحنات السنوية العامة إن احنا بندعي لهم بالتوفيق والعون والسداد والفتح والبركة والمدد من عند الله سبحانه وتعالى النهاردة نتكلم عن حاجة مهمة جدا 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 يمكن بتخلي كتير من الناس في قلق شديد إن احنا في ناس في الامتحانات لكن في ناس كمان خلصت امتحانات وأخذوا الأجازة وبتبقى الشكوى الأساسية للمربين سواء المربين دولة بنتكلم عليهم الأهل كلهم أو حتى اللي بيساعد الأهل في مسألة التربية في بعض الأحيين كلهم مشكلتهم الأساسية حاجة واحدة عينا قاعدين 24 ساعة على التليفون بيأكلوا وهما مسكين التليفون قاعدين معنا وهما مسكين التليفون بيخرجوا سوا مسكين التليفون قاعدين على البحر مسكين التليفون كل حاجة مسكين التليفون بس هل ده خاص بأولادنا احنا بس؟ ألا احنا كمان بيحصل لنا كده احنا كمان في ظاهرة عجيبة لابد إن احنا نعرفه كأننا بنؤهل لظاهرة ممكن تكون الظاهرة الأسوأ وهي محاكاة الروبوت الظاهرة هي إدمان إدمان التليفون إدمان وسائل التواصل بس في ظاهرة تانية ابتدى يرصدوها علماء النفس ويرصدوها كل المتخصصين في دراسة الأثار على نفس الإنسان من الظاهر الاجتماعي الظاهرة بتقول إن احنا عندنا ظاهرة اسمها رهاب فقدان الهاتف المحمول اللي هو نوموفوبيا اللي هو نومبايل فوبيا فوبيا فقدان التليفون وفقدان وسائل التواصل للإنترنت واللي تكلموا عليها كمان في ظاهرة الفهم اللي هي فير وفميسيك وفميسينج أوت كمان تكلموا عليها وهي خوف الفوات إننا بقى كنا زمان بنتكلم على خوف الفوات خوف الفوات الفرص في المستقبل بقى خوف الفوات عندنا خايفين يفوتنا حاجة من المعروضة على السوشيال ميديا أيها النهاردة جايين نتكلم على ما يمكن أن نسميه الندهة أو العالم المسحور بنتكلم على الحياة الموازية الحياة الفتراضية اللي بيعيشها أولادنا واللي إحنا طول الوقت إذا كنا عايزين ننسب أولادنا هم عايشين معنا ولا عايشين مع غيرنا في العالم الافتراضي فهم عايشين في العالم الافتراضي ولأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة مهمة نقدر بيها نعيش في ظل قوله تعالى بل إنسانه على نفسه بصيرا علمنا حضرة النبي كلكم راعي وهو مسؤولنا عن رعياتي فتعلمنا إن جزء من فهمنا لبصيرتنا على أنفسنا إن إحنا نكون رعا حققين وعشان كده عايزين نتكلم ونقف وقفة حقيقية مع أنفسنا قبل ما نتآكل قبل ما ييجي علينا عصر الروبوت ونبص نلاقي نفسنا مش موجودين آه صحيحا نسيت أقول لكم إحنا كمان الوقت اللي جاي وقت كمان شويتين صعب الناس اللي بيشتغلوا على الميتافيرس واللي بيشتغلوا على تطوير كل ما يتعلق بالروبوت بيقولوا إحنا خايفين يا جماعة الخير على إن الإنسان يتلاشى وكأن فبنقول لهم مش أنتوا اللي عملتوا ده أو بيقولوا إحنا إحنا اللي عملنا ده بس إحنا بنقول لكم إن احتمال كبير إن ده يقضي على الإنسانية وكأنه بيقولوا إحنا ما بنعرفش نوقفها إحنا شغلنا القنبلة الإنسانية ومش عارفين نوقفها فإحنا جايين نتكلم النهاردة عشان نحاول نوقفها أسوأ حاجة بتحصل لنا من سوء استخدامنا للسوشيال ميديا والعوالم الافترية هي إننا نبالغ في الاستهلاك نتحول إلى مستهلكين أي كل حاجة واللي مش بيصدقني المسائلة بسيطة يشوف أولاده بالليل بيطلبوا إيه؟ أكل بعد مواقع الأكل الطبيعي يحسن الناس بتطلب أكل دي الساعة واحدة والساعة اثنين والساعة ثلاثة الفجر بعد ما يكون كل الوقت خلص قاعدين نستهلك 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 الاستهلاك بدأ مش بس يأكل الموارد بدأ يأكلنا إنسانيا لكن استهلاكنا لزواتنا بهذه الطريقة هو دات الأخطر في الحكاية وعشان كده من أهم مظاهر الاستهلاك والاستسهال وجود التليفون في إيدينا طول الوقت تخيل بيقولك إيه؟ بيقولك إن أهم 13 دقيقة ممكن تبص فيهم على السوشيال ميديا الثلاث ساعات اللي قبل إنهم آه أنا عندي مشكلة إن الثلاث ساعات بيساوي في حياتنا عشر دقيقة لأنها بتمر عليك إنها عشر دقيقة لأنه مستسهل لغاية ما أصبحنا مدمنين بسبب استسهالنا لمسك الموبايل اللي بيوصلنا للسوشيال ميديا فبقى مثلاً مثلاً بقى سهل عندنا إن إحنا نستخدم السوشيال ميديا عشان والتليفون عشان نحصل فلوس حتى على حساب القيم فبقى ممكن أي حد يقدم أي محتوى حتى لو تافى عشان يحصل عدد مشاهدات أو الاستسهال في المعرفة لدرجة إن كتير مننا بقى يصدق أي معلومة يلاقيها وينشرها ويستصعب جداً إنه يدور على مدى صحيته وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع والكذبتة كبيرة وكمان من الاستسهال في العلاقات فبقى الناس بقى بتعمل علاقات على السوشيال ميديا حتى لو كانت العلاقات دي بتمثل خطر على البيوت حتى لو كانت العلاقات دي بتهدد أصلاً أمننا أقصد بدلك أمننا المجتمعي وبقى عندنا احتياج سريع جداً جداً لإنشاء علاقات وبقت العلاقات كإنها بقت علاقات مجنونة مش بس علاقات مسمومة وبدل ما نطور حياتنا ونهزب نفسنا ونتعلم أكتر ونسون نفسنا ونسون علاقاتنا بالعلاقات الحقيقية استبدلناها فبقى عندنا فرط الاستسهال فبنستبدل حياتنا الحقيقية بكل حاجة افتراضية فتواصلنا مع أحبابنا بأفتراضي أي دعم بحاول أقدمه لأي حد بأفتراضي آه وسائل التواصل قدمت لنا أدوات لتيسير الحياة بس أنا عايز أقول لكم حاجة هي توحشة اجتماعية توحشة اجتماعية لدرجة أنها أكلت المجتمع بس لما تقوم الحياة افتراضية مقام الحياة حقيقية لازم نوقف أمام هذا التوحش ونزاك فيه ظاهرة أنا بسميها ظاهرة مجمع جدا جدا أنتوا عارفين أن كان فيه ظاهرة عندنا اسمها ظاهرة أطفال الشوارع وتلمد والحمد لله ربنا وفقنا أن احنا حسنا المسألة جدا لكن احنا رصدنا كمان ظاهرة اسمها ظاهرة اسمها أطفال الفيسبوك أو أطفال السوشيال ميديا الظاهرة دي أخطر من أطفال الشوارع والزاهرة دي لو تمت فهتكون معناها أن الناس فرطوا في الأمانة اللي وصاهم بها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرجل بقى راعي فهيوقف أمام الله سبحانه وتعالى وهو مسؤول عن رعياتي ولا المرأة بقت رعية في بيتي زوجي وهي مسؤولة عن رعياتي لأننا مش بنتكلم على الأطفال بمعنى مرحلة الطفولة بس لكن بنتكلم عن كل الأعمار فبقت السوشيال ميديا بتحل محل البيوت في غفلة عن أهلها فبقت البيوت أوحش من الشوارع هو قاعد في الغرفة جوه بس المكان اللي هو قاعد فيه ده أسوأ مليون مرة من الشارع لأن المخاطر اللي هو بيتعرض لها هو قاعد على السوشيال ميديا أشد دراوة وأشد قبحا من المشكلات اللي بيتعرض لها لو هو في الشارع من أهم مظاهر وسمات أطفال السوشيال ميديا أول حاجة استبدال الفضاء الإلكتروني بخارج البيت كان زمان الأولاد بيخرجوا برا البيت دلوقتي خلاص استبدلنا برا البيت والشارع استبدلناه في البيت فبعا الإنسان مش موجود إنسانيا في البيت ولو كان بين أسرته طب وده يعمل إيه؟ يعمل حاجة غريبة أوي يعمل اضطراب في الشخصية هو أنا موجود في وسط أهلي ولا مش موجود فبقيت الحاجات اللي كنا ممكن لما فكر في فكرة وتضيقني ممكن أميل على أخويا أو أميل على أختي أو حتى ممكن أروح لأبوي وأمي أكلمهم ما بقيتش موجودة ومعيني أنا حاسس إن أنا وسطه حاجة بقى تسبب اضطراب نفسي شديد كمان تاني سمة التسوي أنا بسميها التسول الألكتروني اللي هو التسول إيه؟ التسول للإعجاب والتواصل وكمان مش بس التسول بيصل بينا الحال إلى الإحساس بأن هذه الإعجابات أو هذه أو التواصل ده هو اللي بيعطيني معنى لحياتي أو بيعطيني معنى لهويتي وخد كمان ظاهرة اسمها الشيخوخة الإنسانية مبكرة وده بيظهر في تحويل كل الأعمال اللي بتنمي العلاقات إلى منتجات ألكترونية هشة إنسانية الصفة الرابعة الكآبة والتوجع المستمر وإدمان الشكلية لأن النوع ده من الأطفال بيصرخ أطفال السوشيال ميديا اللي هو مش الأطفال بس دايما يصرخ عشان يعلن عن حكته للرضاع من لبن التواصل الافتراضي الممزوج بالإعجابات فيفضل بقى يعلم أنه في ألم وفي أسى وفي حزن عشان الناس تحن عليه فيد من الوحدة والوحشة للأسف فيصبح مدمن للوحدة والوحشة شوف بقى كمان سمة من أسوأ السمات اللي ممكن تشوفها أنا بسميها رعونة إفشاء الأسرار وتبريل الفضح وتبريل الفضيحة من خلال اللعبة الدائم على نغمة الإثارة للتحفيز للمشاركة حتى وإن كانت المشاركة دي في حفلة لعبة بأعراض الناس أو أرواحهم أو قيم المجتمع كل ده بيخلي الإنسان مسطح علاقاته سطحية معرفته سطحية حسس بالفراغ من جواه فبقى الإنسان هش لأن الإنسان على العوالم الافتراضية اتعلم الهروب وأدمانه لذلك أبحاث كتيرة بدأت تلاحظ وجود علاقة بين الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتراجع الإنساني في المجتمعات والمجتمعات الافتراضية وبين كتير من الاضطرابات النفسية اللي بتحصل والقلق والاكتئاب ولذلك عندنا مجموعة من التحديات الكتيرة في تعاملنا وتعامل أولاد مع وسائل التواصل الاجتماعي ووجودهم في الحياة الافتراضية محتاجين نتكلم عنها في حلقات كتيرة وإحنا مصررين إن إحنا نستمر في الكلام عنها هقول شوية إجراءات ونأكد عليها بعد كده كمان أو الإجراء محتاجين يكون عندنا عادات أسرية خاصة نحافظ بها على حضورنا وجودنا مع بعض زي إن إحنا نجتمع على وجبة سوى كل يوم أو نصلي ركعتين مع بعض كل يوم أو نصلي صلاة من الصلاة الخامسة كل يوم وبنحط تليفوناتنا كلها بعيدة عن مكان وجودنا ومن العادات اللي محتاجين كمان نتعود عليها وأولادنا كمان محدش يقول لي ده مش ممكن المدمن لازم ياخد قرار إنه هو يخرج من إدمانه ما فيش حاسبه مش هنقدر استعن بالله ولا تعجز هكذا قاله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس استعن بالله استعينوا بالله وأولادنا كمان لما يكون حد من أحبابنا محتاج للدعم نتواجد معهم كمان نتواجد معهم بحق وحقيقي نتواجد معهم تواجد حقيقي وما نكتفيش بالرسائل من خلال السوشيال ميدي آخر الإجراء محتاجين نرجع تاني للزيارات العائلية ونحاول ما نكونش مشغولين بالتلفون على قد ما نقدر الحالة ثلاثة إجراءات دولة إجراءات بس فتح كلام وعن نتكلم كتير قوي قوي عن ده لأن في الحقيقة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم زهرة الدنيا واضح إن زهرة الدنيا دي تفتحت ورسول الله عليه وسلم قال إيه اللي حاصل فتنفسوها فتهلككم كما أهلكت الذين كانوا من قبلكم يا رب إحنا مش عملي كده إحنا في أمانك وفي رعيتك وفي حمايتك يا رب ارحمنا وجعلنا قادرين على إن إحنا نحكم أنفسنا ومن ضعش وسط كل هذه المتاهة اللي إن شاء الله نورك ومددك عيكون معنا يا رب العالمين شكرا لكم